السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم يوم الأحد صراحة سنطرق الموضوع اللي هو مهم للغاية هو العمرة لأنه بزاف دية الناس يسولون على هذا الموضوع وبزاف دية الشباب بغي نمشيه وكلي مثلا بغي صيفة الأباء دياله ولذلك في هذا الفقر سنعطيكم بزاف دية المعلومات وكذلك نصائح غاية في الأهمية للناس اللي بغدير العمرة يعني كنتكلموا على العمرة فقط لا نتكلم على الحج الحجي إخوان الأمور دياله مختلفة وحالي نرى هو اللي جد مكلف انطلاقا من أوروبا رهول اللي دير على الأقل سبعة المليون ونص هذا العام هذه أقل الحاجة كيلي كيتكلم على ثمانية كيلي كيتكلم على تسعود وما أكثر ولذلك احنا غنتكلموا على العمرة ولي بغي در العمرة كذلك إخوان فرما دار القادم لأنه كتكون عندي إخوان قيمة أكبر يعني يقدر أنه يبدأ من داب يفكر فيها بشيري زيرفي ياخد لوطيل وياخد طيارة ويقدر أمور دياله بطبيعة حال غدي نتكلموا على العمرة اللي غدي تقدر تكلف احتقل من ستمية أورو أنا ذك الشيلي اللي قايت إخوان في حدود خمسمية ولكن راه كل واحد يجيبه وغنوريكم الطريق والقوانين وجميع المسائل في حين أنه غننتكلموا يا إخوان عن الانتخابات التركية أردوغان يتقدم بعد الفرز ديه 60% ديه الأصوات حاليا متقدم بـ 51.5% يعني عنده الأغلبية الصاحقة ويقدر يحسن الانتخابات في الجولة الأولى بلا ما يعود يمشيه إخوان الجولة الثانية اللي غدي تكون من هنايا لـ 15 يوم يقدر يتفادها ولكن كي نقاش بزاف غنتكلموا على هذه النقطة ونشوفوا أشنو تيقولوا الغربيين وصارحة انتفاديت أنني نتكلم على الأخبار ديه الجالية ولا جرائم بحكم أنه حلقة كنتكلموا فيها على العمرة وعلى مكة وعلى المسجد الحرام كيف مالعادة كنبغي نشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة شكرا بزاف الناس اللي كتخلي لايك والناس اللي ما مشاركاش الشاركة باشقوة توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غنطرقوا الواحد الموضوع غاية في الأهمية يتعلق الأمر بالعمرة خصوصا أنه مؤخرا بزاف ديالإخوة في الإنستغرام كي اللي شباب بغني سيفطوا الوالدين ديالهم إلى العمرة وكي اللي كي سهول على راسه بغيب شي لها ولذلك غدي نحاول نعطيكم بعض المعلومات اللي تعونكم باش بشيول العمرة يا إخوان بأقل كلفة كيروجوا بعد الفيديوهات اللي كيتكلموا على أنه العمرة دير 400 أورو 500 أورو 600 أورو نعم هذي كلها أتمينة صحيحة ولكن إجمالا أنا غدي نوريكم أقل كلفة أنا ذاك الشليل قايت في حدود 500 ولكن راه كل واحد وجيبه يعني فهذاك شليل الأكل كل واحد كيفاش غايب يأكل وكل واحد علاش متعود وكذلك فلو طيل إلا بغيتي واحد الفندق ليطيل على الحرم المكي راة 8 ديالهم مرتفعة تقدر تكون جد المليون في أسبوع أو 5 مليون وإلا بغيتي لوطيلات ديال 150 أورو الأسبوع راهم كينين وحتى هم ما يمزيانين وغنوريكم الصور وغنوريكم في تلقوهم باش تاني الواحد ما يتقوله مش كيف تقول بي إخوان لمغاربة في رمضان راكم شفتوا الفيديوهات ديالهم كي شاكيوا من سوء المعاملة ديال بعض الوكالات ديال الأصفار اللي سيفطوهم لوطيلات لحالة ديالهم خيبوا وخيبة بزاف المهم إجمالا غادي نتطرقوا يا إخوان حتى النحية القانونية شكونوا هم ما الناس اللي عندهم الحق بشيو وشكون لله أول حاجة السعودية في السنوات الآخرة واللاس كتعطي واحد تأشيري إخوان ديال الفيزا إلكترونية كيف مدهر المغرب يعني دخل الموقع كتعمر الاستمارات اللي غايط لعولك راه جيت سهل 10 دقيق تعمر كل شي وفي خمسة دقيق إلى مدة أقصى ها 30 دقيقة كتخرج لك الفيزا ديالك يعني اللي بغي ياخدها عن طريق الانترنت والمنصة راها كيني إخوان وضغية كتلقوها ولكن أنا اللي انصح بيه هو أنه الواحد ياخد الفيزا عند الوصول حتى كتوصل عندك تاخد الفيزا في المطار ديال الجدة راكي الإدارات اللي كيعطيوها 8 ديال الفيزا 480 ريال سعودي جابت تقريبا 120 أورو حتى 130 أورو في حين أنه شكونا هما الدول اللي قدروا يمشيوا بهذه الفيزا الإلكترونية الموقع راه هو هذا كما كتشوفوا معايا دول راها 49 كين دول ديال شمال أمريكا دول أوروبية بما فيهم إيطاليا وكذلك نتكلموا على دول سبعة في آسيا وكذلك أستراليا في حين أنه الناس اللي هما يمع عندهم مش الجنسية ديال هاد البلدان يعني مغربي اللي هو يموقين في أوروبا يقدر يمشي إلا كانت عنده الإقامة الدائمة في حين أنه ناسي إخوان اللي هما يعندهم فيزا ديال تشينغل اللي كتخليه يدخل التحاد الأوروبي ممكن أنه مغربي اللي اخد الفيزا ديال فرنسا ممكن أنه يمشي للعمرة شريطة أنه يكون ساعمل ديك الفيزا على الأقل واحد المرة بشبيهة إلى مثلا فرنسا أو مثلا مغربي يخد الفيزا تشينغل ومشدر واحد الجولة في أوروبا بغي يمشي دير العمرة ممكن حتى يوصلوا يعطيوه الفيزا المهم الشروط راه هي هذه إخوان اللي عنده الإقامة الدائمة يقدر يبشي اللي غيسوني على الناس اللي عندهم برميسو ديال العام ولا ديال العامين صراحتني إخوان بحث بزاف هاد نقطة في الانترنت في المواقع الرسمية ما لقيت حتى شي معلومة قدرت أنا ننسول بعض الإخوة هنا في إيطاليا وكين واحد الأخ اللي بشاب برميسو يا إخوان ما مرافقوا تشي واحد اللي عنده جنسية أو عنده برميسو ديال ديما ووصلت في ماي وعطوه الفيزا يعني عنده عير برميسو ديال العام ولذلك هاد المعنومة أنا ما نقدرش نأكدها لكم رسميا حيث ما لقيتش عليها الدليل ولكن تجربة ذي الواحد الشخص راه قدر يبشي به هاد شيري نقدر نقول لكم ولذلك حاجة أخرى اللي هي مهمة شركة ديال طايران را قبل ما يدروا الديبار را كدروا الكنترول على الناس إخوان واش بإمكانهم أنهم يبشي ولا لا حيث إلا ما كان بإمكانهم خاصة من يرجعون وهذه كلفة ولذلك ركي كنترولي وقبل الانطلاق في حين أنهم من بين الشروط الأخرى وهذه راه مهمة بزاف الباسبور ديالك خاصة تكون فيه على الأقل ستور ديال الصلاحية وما كنقول لستور من النهار اللي غادي تقطع لا ستور النهار اللي غادي تدخل فيه السعودية إذا كنت بغيت شي ماتلا للعمرة فرمدان الجاي فكر بلا أنه في تاريخ ديال رمدان الجاي الوقاية اللي غادي تدخل الباسبور ديالك تكون فيه وكذلك الناس اللي غايب شي وخاصة تكون عندهم على الأقل ستور وإلا كان شي واحد قاسر خاصة يكون مرافق هذه راه أمور اللي هي عادية أجي نشوفوا دبيت طيارة مني تقدر تتاخدها ونرى كيف ما قلت لكم ربعمية وتمانين ريال سعودي باش تقدر تاخد الفيزا عند الوصول اللي تقريبا جابت مئة وعشرين مئة وثلاثين أورو وإلا فتي المدة ديال الإقامة غادي تخلص على كل نهار مئة ريال اللي جابت تقريبا 24 أورو شحال غادي تقدر تقلص بهذه الفيزا الفيزا أصلاً اللي كيعطوك فيها عام ولكن ما خصك شفوت بها تلت شهر ديال الإقامة يعني هم كيعطوك عام صير لو قاية اللي بغيت في ذلك العام وإلا فت العام وممشيتش كتسكادي ولكن إلا مشيتي ما خصك شفوت تلت شهر متبنا أنه هاد الفكرة تكون واضحة واللي فت تلت شهر على كل نهار زياد غايخلص مئة ريال سعودي في حين أنه طيارة طيارة يا إخوان الموقع راه هو ديالديما سكاي سكانر اللي هو موقع ممتاز والحاجة المزيانة والرحمة اللي عدنا هنا في إيطاليا هو أنه عدنا وحدة الشركة ديال الطيران لو كوست اللي هي اقتصاد يكديري إخوان خطوط عديدة من إيطاليا نحو مدينة جدة السعودية وراك يجيون اسم من فرنسا ويجيون اسم من ألمانيا باش ينطالقوا يا إخوان من مدينة ميلانو لأنه الخطر ويتفاجئوا ويتشوفوا الاتمينة أولا بشبهتوا على أقل طائرة كلفة ستقوم بإيطاليا وستقوم بإيطاليا وستقوم بإيطاليا لا تحدد التاريخ إذا كنت لديك تاريخ محدد كتبه ولكن لن يتوقع عرشهر مثلا تريد عشره أو عرشهر انا مثلا تريد انطلاقه في شهر تسعود وعطاني جدول بحل موقع تقول لي لا تطالق سنهار واحد ستقوم بحل موقع وقام بحل موقع وجاءت شهر تسعود انطلاقه في المدينة ميلانو إلى مدينة جدة 150 أورو و قام بحل موقع و تالي فاجأت صدير ستقوم بحل موقع وحل موقع موقع نهار 18 دائما في شهر تسعود وعير أسبوع واحد را تقريبا لكلفة هي هي مئة وخمسين وتقدروا تقلبوا في أشهر أخرى تقدروا تلقاوا قل من هاد الكلفة. آآ ويز اير را عند الخط دية الجدد يا إخوان اللي خدم فيه بكل جدية يعني ما كتلغيش الرحلات كيف ما كتدير مع دول أخرى. الحاجة أخرى اللي هي مهمة. حين ذا بيه وصلنا يا إخوان خذنا الطيارة دي لنا الفيزا غلن نخذها في الوصول ووصلنا خدينا الفيزا دي لنا وخرجنا. لي خذكم تعرفوا هو أنه الطائرة اللي هي اقتصادية كتوصل الماطر القديم دي الجدد في حين أنه الطائرة اللي غتخلص فيها يعني الطائرة دي الشركة المعروفة والكبيرة غتخلص بزاف. وكي وصلوا المطار الجديد المطار الجديد دي الجدد فيه السكة دي الترين وفيه القيطار السارع ولذلك انت عيب مني غتنزل في المطار القديم أشنو خصك تدير خسكي ت تأخذ طاكسي ديك المطار الجديد و تأخذ تران للمكة أو المدينة أو أنه تأخذ توبيس النصيحة هو أنه تأخذ توبيس و تأخذ تقريبا 21 ريال سعودي تقريبا 5 أورو اللي سيديك من المطار القديم للجديد و ستأخذ تران تران في السعودي إخوان رعندهم الفريتشا روسا يعني عندهم بحل بوراق تران السريع و كان الموقع باش تقطعوا منه هو هذا ولكن أنا ما كنصحش به وخا غايتزاد عليكم شوية ولكن الواحد ما يأخذ تران حتي يكون تماما يعني قاد الأمور دياله كاملة من هنا يشوف الطيارة معاش غا توصل و يجي قطاع أنا ما كنصحش بي لأنه الطيارة تقدر تأخر تقدر يعني تكون بزاف ديت الناس إخوان الفيزا تأخر عليك ولذلك أنا أنصح حتى توصلت من مايا و خدزت شي حاجم شي مشكل أخذ تران ديالك تران راك يدير يعني على حساب من غادي رف حدو 30 أورو يا إخوان ما غاليش بزاف في حين لأنه تران من مكة إلى المدينة اللي هناي إخوان مسافة طاويلة جدا راك يكون غالي شوية ولكن هادو من بين النفقات للواحد خاصة يعول عليها إخوان إلا بغا يدير العمرة حاجة أخرى اللي هي مهمة أنا راه درت المثال ديال مدينة ميلانو ولكن طائرة إلى مدينة جدة السعودية راه كان من طاليا من ثلاث مدن كان من روما وكان من فناتسيا وكان من ميلانو وليجينا نشوفوا السعر ديال شهر تسعود راه تقريبا إخوان متقاربين أقل تكليفة هي 115 من فناتسيا 119 من روما و120 من ميلانو يعني بحال بحال حاجة أخرى اللي هي مهمة إحنا قلنا بلا أنه غذي بشي المكة مني غذي توصل المكة فإن غذي تبات تاخد لوطيل وش غذي توصل وتبدا تقلب عليه كلي كدير هاد الحل حتى كي وصل عليك كي بدأ يدور تمامايا وكي بدأ يقلب النصيحة الثانية هو أنه الواحد يقطع عن طريق الموقع الشهير اللي هو يا بوكينج بوكينج يا إخوان راكين في العالم كامل ويعني أنا كنقطع منه لوطيلات في جميع أنحاء العالم في المغرب في الرباط في مراكش في الطاليان في أي بلاصة بشيس بوكينج را أخدامه كان مواقع أخرى أنا هذا معود عليه هو اللي غنتكلم عليه غذي تكتب على مكة اللي هي مكة نهار اللي غذي تدخلوا فيه ونهار اللي غذي تخرجوا فيه وبطبيعة حالي إخوان غذي تلعوا لكم لائحة طاولة ديال ل وطيلة مثلا هذا خمسة نجوم تنقيط ديالو هاد النقطة هي اللي غنبغي نستطر عليها بزاف وهذه راك نستعملها يا إخوان دائما في أي حاجة حتى اللي بغيت نشري واحد المنتج في الانترنت كنشوف تقييم ديال الموقع اللي غنشري منه إلا كنت غنشري من الموقع اللي هو ما مشورش بزاف وغنشوف تقييم إلا كنتم مثلا في أمازون على هذا البروذوي واش مزيان ولا لا نفس الشيء غذي تديره في هذا الموقع لوطيل شوفوا التقييم دياله هنا عاطينه سبعة فاصلة ثلاثة على عشرة تقييم مم ممكن أنكم دخلوا تشوفوا التصور دياله هانتم ما شوفوا هنا راك نتكلموا يا إخوان على لوطيل جد ممتاز بطبيعة الحال غير يقول لكم تلمسافة بشحال بعيد يا إخوان على الحرم المكي كيف ما كتشوفوا معي كاتبين ثلاثة دقيق على المسجد الحرم يعني ما بعيدش بزاف المهم راه ديري إخوان مئتين وربعة وثمانين أورو لمدة أسبوع يعني أسبوع كامل مئتين وربعة وثمانين أورو وكين لوطيلات ديال مئتين وثمانية وخمسين هدف مثلا تلاثة النجمات تقييم د ودخلوا شوفوا التقييم ديال الناس أشنو كيقولوا يعني ما يكفيش أنك تشوف سبعة فاصلة ثلاثة وتقول صافي مزيان غادي تكليكي وغا تشوف تقييم دلي عاطين الناس وقرأ هنا راك يكتبوا الناس وقدرت القابل إيطالية وقدرت القابل عربية وشوف الناس أشنو كي تقول حاجة أخرى اللي هي مهم مراهن فهذا الموقع كيف ما كتشوفوا معاي إخوان كين تقييم ديال الموقع لي هو موقع جد ممتاز سبعة فاصلة ثمانية ولذلك إخوان بيني وبينكم يعني سبع يام ديال في الوطيل خمسة نجوم بهذا تمان عرب حلفابور قلب 300 أورو المهم كانت طريقة أخرى ديال البحث اللي هي هذه كتليكي على فادي سماطة وقدرتكي بينك جميع الوطيلات اللي حدى الحرام المكي هذا هو الحرام المكي وطبيط حل إذا كانت النقطة بيضاء كي يعني أنه الوطيل راه يعني فيه البلايس إذا كانت النقطة حمراء كي يعني أنه عامر وطبيط حل غادي تقربوا هنا مثلا غادي تلقى هذا اللي قريب من الحرام المكي عنده ثلاثة النجمات ودير مئتين وثمانية وخمسين وخصتك ت التعليق ديال الناس هذا مثلا اللي قريب واللي كي طل عليه دير الفين والساسمية وثمانتاش ولكن راه كي شوفه مكة يعني راه قدام هاي إخوان الموقع دياله ممتاز ولكن راه غالي وهنج جديكم الواحد عليك تجيبه إلى الواحد بغايد الواحد العمراء بثمانمية راه كافية للغاية فيها تران فيها مأكولات الماكلة راه موجودة مماية كان هذوك السناكات ديال أكلت السريعة والطبيس راه كين داخل مكة فابور يعني الأمور يا إخوان والتي جيد سهلة معلومة أخرى واللي هي جيد مهمة ك تتعلق بالصرف ما تصرفوش نهائيا في الدول الأوروبية لأنه الصرف كيكون طيح حتى توصلوا للمطار صرف وشي حاجة باش تحركوا ومن بعد من يتوصلوا للمدينة اللي انتم مختاريتو جدا ولا مكة ولا المدينة هذيك الساعة صرفوا غيكون الصرف أحسن وبكثير مقارنة بالدول الأوروبية فيما يتعلق بالانترنت والتليفون غالي تلقون الناس اللي كي بيعوا لها كارتات بحل شكل مغرب كيكوني إخوان لها كارت فيها خمستاشر جيجا مثلا ودير عشرين أورو وتكفيكم المددل انتم ماي إخوان في الحرم المكي آآ زيادة على هذا أنا اللي اتطرقت لي فهذه الفقرة هو فيما يتعلق باللوجيستيك التحركات ديالكم والفندق أما فيما يتعلق بالمناسك ديال العمرة هذيك رأى كل واحد قبل ما ينطالق خاصو يتفقه شوية في الدين اعرف أشنو خاصو يدير باش العمرة دياله إن شاء الله تكون مقبولة والله يصير لجامعي إخوان فهذا الفقرة يا إخوان غالي نتكلموا عن الانتخابات التركية انتخابات مهمة واللي العالم كامل كيترقب إخوان نتائج ديالها خصوصا الدول الغربية اللي محاملاش إردوغان وصراحة تفرج اليوم في النشرة الإخبارية يعني جميع الروبرتاجات اللي الداروا على الانتخابات كبيرين وبلا أنه المنافس اللي هو يضد أردوغان وبلا أنه واحد سيد ديمقراطي وبلا أنه مزيان وبلا أنه الفترة دي الأردوغان ربما غالي تنتهي وغالي يبدأوا فترة جديدة اللي غالي تكون فيها العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وتوركيا أحسن وأجمل يعني داروا تقارير يا إخوان اللي هي بعيدة بزاف على الواقع وكانوا كيبينوا بلا أنه أردوغان عنده واحد ريس كبير أنه ما يبقاش في الحكم وصراحة احتف الدول العربية كانوا كيتكلموا على أنه ربما كان منافسة أكثر هذه المرة في هذه الانتخابات ولكن في إيطاليا رأتي يقول لك ربما هذه المرة الصحيحة لأردوغان غاليبش ولكن خرجت ديجي إخوان نتائج الأولى دي الانتخابات لما شاء الله صار حتني إخوان تحية كبيرة للشعب التوركي تخيلوا معيش حال ديتنا الشاركوا في الانتخابات لشاركوا في الانتخابات البرلمانية أراهم يا إخوان 85% ديت الناس وبالتحديد كنت تكلموا على 85.14 يعني الأغلبية الصاحقة ديت الناس مشت صوتات وحد حس ديمقراطي كبير مشوا يصوتوا يا أنه باش يأكدوا على أردوغان يا باش أنه يأكدوا على واحد خر ويصيفتوا أردوغان كيفما كان الحال وكيفما كانت الآراء ديالهم السياسية ممتاز جدا أنه الناس بشي تصوت ماشي بحل إيطالي في آخر انتخابات اللي دارت على المستوى ديالجيهات والبلديات الناس اللي مشت صوتات ما وصلتش إخوان 40% كان مؤسف للغاية في حين أنه الانتخابات ديال رئيس الجمهورية دائما فتورك اللي كان اليوم أراه وصلاتي إخوان 90% يعني أغلب يجد صاحقة وربما هاد النسب المئوية ما كيناش نهائيا فتش دولة ديمقراطية كي نعرف هذوك الدول للمواطنين ملزامين أنهم يمشوا يصوتوا وإنما بشي تصوت غادي يجيب فراسو المهم بطبيعة الحلقة قبل ما نشوفوا النتائج اللي خاصكم تعارفوا هو أنه مؤخرا يعني الأضواء مسلط على توركيا أولا بسبب الزلزال اللي كان جا وكيقولوا بلا أنه يعني ردت الفعل ديال الدولة ناحية هذك الزلزال ما كانتش ممتازة ربما كانتكون حسن ولكن حالي المساعدات وباشي قادوا المدل اللي رابطوا عدة مسائل بقي كل شي معطل هذي أول حاجة ثاني حاجة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أيردوغان كان أكثر واحد كيف العالم كامل باش نكونوا واقعيين ما تحالف مع التشي واحد مداش عقوبات اقتصادية على روسيا وكاني إخوان جوشت المرات هو كيحاول أنه يدير هذوك المؤتمر ديال السلام ويلاقي فيه أوكرانيين وروسيين ما نجحوش ولكن هو الواحد اللي يقدر يجمعهم على واحد طاولة ديالت الحوار ثاني حاجة أعطى درونات اللي هي ممتازة توركية أعطاها الأوكراني باش قدر تدافع على راسه أحسن وفي نفس الوقت بششرة الغاز من عند روسيا وقال لهم ممكن أنكم تحولوا توركيا إلى واحد المحطة لتوزيع الغاز في العالم يعني شوفوا معايا واكل هنا وواكل هنا طالع نازل هابط نازل وهذا الشي هو اللي بغت الوقت أنا في هاد النقطة كنحتارمه بزاف لأنه يعني كيدير المصلحة دياله والمصلحة ديال الشعب الحاجة الأخرى اللي هي يا سلبية واللي خاطئ فيها أيردوغان هو أنه هذي مدة سنوات راه بتدل بزاف ديت الرؤساء اللي كانوا كيترأسوا البنك المركزية التوركية علاش لأنه جاميع وهذا الشي كدير فيه العالم كامل باش يقدروا أنه منزلوا من التدخم أشنو كدير كترفع من سعر الفائدة أيردوغان بوحده عنده فكرة اللي هي مختلفة يقول لي من لا سعر الفائدة خصو ينزل والنتيجة شنو هيايا وأنه التدخم حاليا في توركيا واصل إلى 85% راه في إيطاليا تكرفصنا بغلق الأسعار ويالله عندنا واحد 8% وهم راه عندهم 85% يعني شعب كلا العصاد يلب الصح والسبب الرئيسي هو السياسات اللي يصر عليها أيردوغان لدرجة أنه راه ثلاثة ديال رؤساء ديال البنك المركزية التركية أعطوا الاستقال ديالهم لأنه كيقول لي من لا نزلوا وما تطلعوش سعر الفائدة في حين أنه نجون شوفوا تبايا إخوان الأرقام ديال الانتخابات أيردوغان حاليا متقدم والتقدم دياله هذي يتقلص بمرور الوقت لأنه الأرقام اللي جاتهم صوتوا من 8 ديال الصباح حتى الـ 5 ديال العشية الأرقام الأولى اللي وصلت هو أنه أيردوغان هادشي إخوان وصل معه 45 دقيقة يلا كانوا حسبوا 11% ديال السكيدات اللي صوتوا فيهم القول لأنه أيردوغان تقدم بنسبة من يو 50.34% تقريبا 60% بعيد كل البعد علي يا إخوان المنافس دياله اللي عنده 35% ولكن مع تقدم الوقت إخوان أيردوغان غادي وكيتراجع شوية مثلا مع 46 دقيقة حسبوا 30% ديال السكيدات أيردوغان كيتقلص الفوز دياله إلى 53% من بعدي إخوان وهذي آخر الأرقام اللي تلاحظت تقريبا مع السبعة وأنا كنت سجل ده براها سبعة ونص كنت تكلموا على أنه 40% ديال السكيدات تحسبوا أيردوغان تقدم بـ 52.7% كيفاش يخدم السيستم اللي هي في أطوركيا كي يخدم كما يلي إلا واحد السيد جاب كتار من 50% يعني 50% ديال الأصوات زائد صوت را غادي حسم الانتخابات في الجولة الأولى ما كيلش بشو الجولة الثانية أما مثلا إيردوغان بقى غادي كيتراجع وجاب 49% هذيك 49% غادي تخليه أنه في الأخر ديال الشهر نهار 28 على ما أظن غايعاودوا ديروا انتخابات جديدة البالو الطاطجو باش يبشي تنافس هوية والسيد ليجا التاني اللي هو المنافس دياله احتدابه ونعطيكم رقم ديت الناس الأخرين إيردوغان الحدود السابعة مساءًا عدو 52% المنافس دياله عنده 41%